هنبدأ كلامنا النهاردة مع فريق النادي الأهلي ونستعرض مع حضراتكم بعض الأخبار الهامة التي تخص الفريق اللي بيواصل تدريباته استعدادا لمباراة فرقه المقرر لها يوم الجمعة المقبل كولر النهاردة عقد محاضرة بالفيديو لللاعبين قبل انتلاق المران زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذا التوقيت هتقول لي عم إسلام ده لا اللعيبة لسه رجع من سفرية طويلة جدا اللعيبة الدوليين لسه رجع من سفرية طويلة جدا لسه كانوا بعيد عن الفريق بقى لهم حوالي 15 يوم أسبوعين وبالتالي لما يرجعوا أكتر ما فيش وقت النهاردة رجعين بكرة الخميس تمرينة خفيفة بعد ان شاء الله يبدأ النادي الأهلي مبارياته أولى مبارياته مباراة مؤجلة من الأسبوع الحداشر مع نادي فرقه زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذا التوقيت أنا كمدير فني بعمل إيه بشتغل أكتر على الفيديو والنظري وبشتغل على الحاجات اللي حضراتكم شايفينها الحاجات اللي هي بتفوق العضلة بتسخن العضلة بتخلي العضلة تبقى موجودة معانك لأنه في مثل هذا التوقيت أنا بشوف أنه هؤلاء اللاعبين الدوليين خصوصا عليهم جهد كبير جدا 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 خلال الفترة القادمة لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندنا تسع مباريات فأقل من شهر وبالتالي الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي كلها يجب أن تكون أمور منشطة تدريبات منشطة يعني أكتر من أي شيء آخر وعشان كده هؤلاء اللاعبين الفترة اللي جاية دايما أنا أقول لحضراتكم أن المساندة والدعم واجبة لهؤلاء اللاعبين خلال المرحلة القادمة نهاردة كابتن خالد بيبو أيضا أعلن موعد انتظام اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق والمقارنة ليه بكرة بعد ما حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة ده الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم أنه اللاعبة الدولية رجعت من سفرية طويلة ومن مبارتين فأقل من 10 تيام فأنا هعمل إيه؟ أول حاجة هعملها لو ما ديهم يوم من أجازة ما ديهم يوم من أجازة مش عقدة لعمل أكتر من كده هيرجعوا بكرة إن شاء الله يتمرنوا تمرينة خفيفة ويوم الجمعة بقى يشوف مين اللي هيبقى موجود منهم ومين اللي مش هيبقى موجود كابتن خالد بيبو أيضا أشعر الدكتور أحمد جبلة طبيب النادي الأهلي كان قد حصل على تقرير طبي وبدني للعب النادي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني وذلك في ظل التنسيق القائمة بين الجهازين الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية أضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات غدا لمزيد منه الاطمئنان على حالته محدش يقلق أنا ليه كل اللاعبة بتتعرض على الطبيب لأنه أو الطبيب وأيضا البدني لأنه في مثل هذا التوقيت أنا محتاج أعرف في اللاعبة بتاعتي وصلت لغاية فين العضلة وصلت لغاية فين أقدر أعمل عليهم حمل إزاي خلال الفترة اللي جاية مين يقدر يلعب 80 دقيقة ومين يقدر يلعب 60 دقيقة كل دا هتعرفوا آه بتعرفوا من قوة العضلة اللي هو طول العضلة اللي بيتعامل للعضلة حاجات كتيرة جدا بيبقى الدكتور أحمد جبالة وأيضا المعد البدني لهم دور كبير جدا جدا في مثل هذه التقيمات والأجهزة اللي حضراتكم بتشوفوها معظم اللاعبين لابسهم في التدريبات أو في المباراة الأجهزة دي بتعرفك اللاعب البدني بتاعهم محتاجة دي إيه ياخد وقت دي إيه تزود في أنهي منطقة في البدني حاجات كتيرة جدا جدا حضراتكم بتبقوا شايفينها ولازم يكون لها شرح وشرح ووافي بالنسبة للمدير الفني المدير الفني بيجي له تقارير بيجي له ورق قدامه فلان الفلاني عنده قد كده محتاج قد كده يعمل قد كده المدير الفني بعد ما ياخد التقارير عن اللاعبين بيقرر مين اللي يلعب ومين اللي ملعبش بيقرر أنه ممكن يدوس على دا شوية أو يعمل على دا شوية أو يهدي اللعب في دا شوية هو دا كولر المدير الفني اللي أمام حضرتك هو اللي بيعمل مثل هذه الأمور بيرسيتاو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية أكد على كده دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق قال إن التقليل الطبي اللي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى إصابة بيرسيتاو في العضلة الخلفية وهي إصابة من الدرجة الثانية إن شاء الله بيرسيتاو يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة لتحديد برنامجه العلاجي اللي حيمشي عليه خلال المرحلة القادمة والطمئنان على حجم الإصابة إن شاء الله إن شاء الله تكون إصابة مش كبيرة